السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب نتوله في ثلاث سنوي في كل مكان اهلا ومحبا بكم معاكم دكتور زين ان شاء الله هنبدأ مع بعض كده في الفيديو الصغير جدا دوت هنقول بعض الافقار المهمة اللي كانت في الكوزة عندكم وانتو كان في ناس اقتقت فيها فعايزين نبدأ نفهم شوية الكلام دوت وان نبدأ ان احنا نصلحه شوية معانا عايزك تبقى انت عارف في الاول خالص يعني اصلا كلمة فرق جهد بسأل كتير جدا من الناس قال لهم يعني ايه فرق جهد يقول لي اه يا دكتور فرق الجهد اللي هو بيساوي اي ف ار كماشي عامل كلامك جميل انا بيقول لك يعني ايه فرق جهد فيروح واحد تانا يقول له لا 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 اهدى بس كده فرق الجهد بيقول لك ان الفي تساوي حاصل اسمة الدابل وعلى الكيو اقول له انت برضو كلامك صح يعني انت بتتكلم صح وانت بتتكلم صح بس انا بسألك وبقول لك يعني ايه مصطلح فرق جهد فانعايزك تفهم يعني ايه فرق جهد لان الكلام دوت هو اللي مبنى عليه الكم مسألة اللي احنا هنحلهم مع بعض يعني ايه كلمة فرق جهد يا دكتور فرق جهد وليكن انا معي هنا نقطة اسمها النقطة الف وفي هنا مقاومة اسمها ار وعندي هنا نقطة اسمها النقطة بي عندي هنا كمان سلك نقطة اسمها النقطة الف وعندي هنا ادي مقاومة ادي اتنين وهنا نقطة اسمها النقطة بي فانت عندك هنا مقاومة دي مقاومة اسمها R و مقاومة اسمها أيضا اسمها R ركز معي أول حقا كده أحب أقولك هو أنت في الرسمة اللي هي تحت دي ليه دي أحي كده دي عندك هنا فرق الجهد بيكون عبارة عن اي بص دا كتر أنا متفق معاك أن الطيار الكهرابي هو عبارة عن مجموعة من الشحنات وتسري هذه الشحنات بداخل هذا الموصل يعني عندك شرطين عشان يبقى فيه طيار كهرابي ماشي في الموصل إيه هم الشرطين يا دكتور أول شرط أن يكون فيه مجموعة من الشحنات تاني شرط أن تكون الشحنات دي تمشي بداخل هذا الموصل تسري فيه موصل طب هل الشحنات دي تمشي كده ببركة ربنا وخلاص أكيد فيه حاجة بتدفع هذه الشحنات الشيء اللي بيخلي الشحنات تمشي بداخل هذا الموصل هي قوة دفعة حتى بيسموها باسم القوة الدفعة الكهربية والمتمثلة هنا في فرق الجهد مش فاهم يا دكتور ممكن تفاهمني أكتر وليكن هقولك أن أنت معاك النقطة ألف الجهد بتاعها بميت فولت والنقطة به الجهد بتاعها لما شفته لقيته بتمانين فولت ركز يا دكتور أنا هنا بقولك إيه النقطة ألف جهدها بمية والنقطة به جهدها بتمانين فلما أجي أتكلم معاك وأقولك أنا كنت مديك ميت جنيه تخرج بيها فأنت رحت الخروجة ورجعت تاني لما رجعت منها كان معاك تمانين جنيه يبقى أنت كده صرفت كم في الشغل بتاعك أثناء الخروج تقولي إذا أنا كده صرفت عشرين جنيه بس ها هنا نفس الكلام هيحصل يعني أنت عندك هنا الجهد بتاع إيه كان ميت فولت عبال ما عدت من على المقاومة ورح تزق الشحنات عشان تقدر تتغلب على هذه المقاومة وتعدي منها وتوصل للنقطة به الجهد بعد ما كان مية أصبح تمانين الله تقصد إيه بقى أقصد أقولك أن هنا فرق الجهد ما بين النقطتين هيوساوي حاصل طرحهم اللي هو مية ناقص تمانين هيدين عشرين فولت يعني فرق الجهد يا دكتور ممكن يكون عبارة عن حاصل طرح النقطتين دول من بعض اه يبقى أنت عندك هنا الشحنات الكهربية استخدمت عشرين فولت عشان تقدر تدفع وتمشي من النقطة دي لنقطة تانية يبقى فرق الجهد هنا اللي هو كان مقدره عشرين فولت هو اللي كليل فضل في تحرك هذه الشحنات وانتقالها من النقطة ألف إلى النقطة به طيب عشان تفهم معايا أكتر بص على الرسمة اللي فوق نفس النقطة المقطة ألف وهذه برضو النقطة رقم به ومش هدعلك ألف برضو هخليها بميد فولت تمام خلي بالك هنا به أكيد هتبقى برقم أقل من تمانين الله هو أنت لي يا دكتور كده بتقول أكيد ومتأكد بقى أن هي أقل من تمانين هقول لك لأن أنت عندك هنا في مقاومة واحدة لكن فوق في عندك أدي مقاومة أدي اتنين يعني لما لقب أنا مديك وليكن واجب كتير تحله في البيت وكون مديك واجب عبارة عن صفحة بس تحله في البيت في الحالتين أنت هتشتغل ولكن هل شغلك في الواجب الكبير نفس شغلك وانت بتحل الواجب اللي هو صفحة واحدة تقول لي لا طبعا دكتور ده أنا لو أنا مثلا هعط في الواجب اللي هو صفحة واحدة دوت ساعة الواجب الكبير هعط فيه مثلا أربع ساعات فهنا نفس الفكرة برضو هل المقاومة الوحدة هتاخد شغل زي اللي بياخده المقاومتين تقول لي لا عشان كده فرق الجهد فوق لازم يبقى أكبر من تحت يعني ممكن تلاقي الجهد بتاع النقطة به وصل لحدة مثلا ستين مثلا فتلاقي فرق الجهد كام مية ناقص ستين هيديك أربعين فولت ليه الكلام ده وتحصل الكلام ده حصل لإن فيه مقاومة كمان زادت فالشغل اللي هيحتاجه الطيار أو اللي هتحتاجه الشحنات عشان تندفع من النقطة ألف حتى تصل إلى النقطة به هيبقى شغل كبير ليه شغل كبير لإن فيه مقاومتين السكة كلها دكتور مشاكل فيه مقاومتين عندي في الموصل بتاعي فهحتاج أنا عندي هنا أنا هحتاج قوة دفعة وهحتاج فرق جهد يكون شديد شوية بحيث أنه هيدفع معايا الشحنات كلها للناحية التانية فلما أجأ أقول لك ما هو فرق الجهد تقول لي ممكن يكون فرق الجهد هو عبارة عن إيه ممكن يكون فرق الجهد يا دكترة هو عبارة عن مثلا فرق الجهد إي بي هو عبارة عن حاصل طرح النقطتين من بعض V A نقص V B يبقى ما هو فرق الجهد بقى بالمصطلح اللي أنت تبقى أنت فهمه وعندك التعريف ده في الملك بس عايزة أنت تبقى أنت فهمه مش حفظه ما هو فرق الجهد فرق الجهد هو الشغل المبزول مقدرا بالجول هو الشغل ايه؟ المبزول مقدرا بالجول لنقل شحنة كهربية مقدارها واحد كلوم من نقطة إلى نقطة أخرى يا دكتور يعني مهي فرق الجهد؟ فرق الجهد هو الشغل المبزول انا هشتغل قد ايه عشان انقل الشحنات الكهربية من النقطة الف حتى تصل الى نقطة به وخلي بالك الشغل بتاعك اللي انت هتبزله هيكون كبير او هيكون صغير ده على حسب ايه على حسب المقاومات اللي موجودة عندك في الطريق على حسب الوجب اللي انت هتعمله قد ايه عندك مقاومتين فالشغل هيبقى كبير شوية عندك مقاومة واحدة فالشغل يقل عندك خمس مقاومات فهتحتاج لشغل كبير بحيث ان انت تتنقل ايه الشحنات من طرف الى طرف اخر تبقى اسألك كمان سؤال وسؤال مهم لو انت عندك كده يا دكتور طرفين هنا نقطة الف وهنا النقطة به وانا بقولك ان جهد الف كان بيميت فولت ده جهد به كمان كان بيميت فولت الله تقصد ايه بي الكلام ده يا دكتور اقصد اقولك لما حب بحسب فرق الجهد بينهم هم اللي اتنين هيبقى بصفر الله ازاي طيب كاني بقولك بالضبط يلا انا مديك واجب صفحتين فانت راوحت البيت ورجعتلي بنفس الصفحتين بقولك يا ابني فين الواجب تقول لي اصلا ما حلتهش او بمعنى تاني انا مديك مثلا ربعمية جنيه بقولك يلا انت خارج روح اخرج مع اصحابك او اطلع مصف يلا وازبط نفسك فانت روحت ورجعت تاني بنفس الربعمية جنيه هل انت كده اشتغلت هل انت كده صرفت فلوس لأ نفس الفكر هنا النقطة الف الجهد بتاعها بميت فولت والنقطة به الجهد بتاعها بميت فولت اسألك سؤال يا دكتور هل هنا حصل شغل لا والله ليه طي لاني مش في فرق جهد الفرق او الفي او فرق الجهد هو مقدار الشغل المبزول مقدرا بالجول لنقل كمية كهربية مقدار واحد كلهم من طرف الى الطرف الاخر فلو كان الشغل بصف يبقى الشغله يبقى بصف يبقى ما فيش انتقال للشوحات الكهربية يبقى مش فيه طيار كهربي هيمر اصلا من النقطة الف الى النقطة به يبقى ما هو شرط مرور طيار كهربي بين النقطتين هو وجود فرق جهد بين هذين النقطتين اللي هو النقطة الف والنقطة ايه والنقطة به الكلام دوت كان مهم جدا كنت عايز اقوله عشان خاطر نقدر نفهم بيه المسألتين او الكام مسألة اللي انا عايز اشرحهم في الفيديو ده متى اول فكرة ان شاء الله فكرة بسيطة مش فيها اي حاجة بيقول لك هنا ايه بيقول لك هنا يا دكتور انت معاك الشكل المقابل وانا عايزك من خلال دراستك لي احسب لي جهد النقطة احسب لي جهد النقطة اكس انا عايز اعرف جهد اكس بقد ايه دوت اللي هو عايزه عندك فيه الرسمة تمام انا هبص بصة كده على الرسمة هلاقي معايا نقطة اسمها النقطة واي ومعايا نقطة اسمها النقطة زد ومديني هو الجهد بتاع واي ومديني الجهد بتاع زد فارجع اسألك سؤال هو مش مديك هنا الجهد بتاع واي ومديك الجهد بتاع زد يبقى انا ممكن احسب فرق الجهد ما بين واي زد بشكل كامل يعني اقرب او انها اعرف ان انا استخدمت مقدار فرق جهد قد ايه عشان ادفع الشحنات من واي الى زد كلام جميل فهقول له ان عايز احسب في واي زد ازاي طيب يا دكتور هقول له في واي ناقص الفي زد عادي نحكي فيها بقى بقى الفيديو قلنا عشان نحسب فرق جهد بين قططين يبقى حاصل طبعه ومن بعض طب عندك في واي بكام بتلاتة فولت وعندك في زد بكام بسلب خمستاشر يبقى ناقص سلب خمستاشر تطلع معاك بكام بتمنتاشر فولت انا كده جبت فرق الجهد ما بين واي زد بشكل كامل تبركز معايا اوي انا هستفيد بي ايه دوت هنفهم دلوقتي انت دلوقتي يا دكتور معاك طيار كهرابي ماشي هنا في المقاومة اللي قدرها 200 اوم والطيار دوت نفس الطيار هيعدي على المقاومة اللي قدرها 100 اوم عشان انت شاطر وعارف ان المقاومة اللي هي 200 اوم والمقاومة اللي هي 100 اوم هما اللي اتنين مع بعض على التوالي فلما حيب بحسي بالمقاومة المكافأة ليهم هما اللي اتنين اللي هي ار داش هتساوي ار واحد زائد ار اتنين عندك ار واحد بمتين ار اتنين بمية فالمقاومة المكافأة تطلع بكام تطلع ب300 اوم يبقى انا كده جبت حاجتين جبت الفي وجبت الار داش ده انت كده ممكن تحسب الطيار الكل اللي بيمر في الدايرة صح او لا لان هنا الطيار اللي هيمر على المتين اوم هو نفس الطيار اللي هيمر على المتين اوم فانت حسب القانون بتاع اوم تقول لي ده انا ممكن احسب الطيار الكل اوم كان بيقولك ايه اوم كان بيقولك ان الاي شد الطيار الكهرابي تساوي الفي على الار وانت هنا جبت الفي بكام جبته ب18 وجبت الار بكام جبت الار ب300 فيطلع معاك الطيار الكهرابي ب6 من 100 امبير طيار الكهرابي ب6 من 100 امبير انت كده اطاع تشوت كبير جدا في المسألة انت هنا جبت الطيار الكهرابي اللي بيمر في كل الدايرة قدره كام 6 من 100 امبير طيب يا دكتور لو سمحت هو انت كده مش ممكن تحسب لي فرق الجهد هنا احسبه طيب ازاي طيب هقولك ان فرق الجهد على المقاومة اللي قدرها 200 اوم هيوساوي حاصل ضرب شدة الطيار الكهرابي اللي هو الاي في الار هتحسبها ازاي يا دكتور تعال اقولك يبقى لما اجا اقولك هنا ان فرق الجهد بتاع المقاومة اللي هي 200 اوم هيوساوي الاي في الار بتاعتها الاي عندك بكام بستة من مية امبير والار بكام بمتين يطلع معاك اتناشر فولت انا هنا هو خلص قربت خلص لسه لي خطوة واحدة بس ولكن ركز معايا اول انا جبت فرق الجهد هنا في الحتة دي كده باتناشر من النقطة واي للنقطة اكس فرق الجهد باتناشر تاني تاني من النقطة واي للنقطة اكس فرق الجهد باتناشر هرسمها بتاعتها ابينا معاك اكتر من النقطة واي للنقطة اكس فرق الجهد باتناشر وأنا مديك Y فرق الجهد فيها بكام؟ بتلاتة يبقى ما جا أقولك حسب العلاقة اللي احنا خدناها اللي كانت بتقول أن فرق الجهد بتاع YX تساوي VY ناقص VX طب انت عندك YX كلها بكام يا دكتور؟ ب12 طب الVY يا دكتور بكام؟ بتلاتة ناقص VX هتروح عامل ايه؟ هتروح مودي التلاتة بعكس الإشارة الناحية التانية كده فيبقى عندك 12 ناقص 3 يديك 9 يبقى التسعة بتساوي سالف VX يبقى فرق الجهد بتاع أو اسف الجهد بتاع النقطة X هيوساوي كام؟ سالف 9 فولت وهو المطلوب إثباته السؤال ده مهم جدا أتمنى يكون فكرته وصلت وتمنى يكون بقى بسيطة حاليا عليكم مش فيه أي مشكلة تبتعالها بقى هنا في السؤال دوت ندرس مع بعض الشكل بتاعنا عامل ازاي؟ عندك هنا يا دكتور في السؤال دوت أو في الشكل دوت عايز يحسب قيمة ال R هو بيقول لك حسب الشكل المقابل احسب لي ال R بكام قوم؟ تمام جدا مش فيه أي مشكلة أحسبها لك يا عامل؟ أحسبها ازاي يا دكتور؟ أول حاجة بصيله على الرسم هنا الرسمة بتاعتنا هي عبارة عن بطارية هي والبطارية جواها مقاومتين أو جنبها مقاومتين مقاومة قدرها واحد قوم ومقاومة تانية اسمها R وانا معرفش ال R بتاعتنا هنا بكام وانا عايز احسبه تمام جدا وهنا في رسم بياني مع المقاومات عندي هنا الرسم البياني دوت عبارة عن فرق جهد أو عبارة عن بيمثلك الجهد بتاع كل النقاط يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت لو بصصت مثلا عند اول مقاومة هتليه بنقاط لك هنا من اول المقاومة لحد أخيرها اول مقاومة نقاط اسمها النقاط B ونازل بها تحت هنا كده هو لو انت شفت الجهد بتاع B كده هتليه بعشرة تب الجهد بتاع C هتليه بكام؟ هتليه بتمانية تقصد تقول لي ايه؟ أقصد تقولك ان ممكن من الرسمة ديت أبدأ أبص على النقاط اللي بدأ من عندها المقاومة والنقاط اللي انتهت من عندها المقاومة واطرح النقطتين من بعض فلما اطرح جهد النقاط B من جهد النقاط C هيديني فرق الجهد اللي على المقاومة اللي اسمها B-C تب لما جيب فرق الجهد هعمل بي يا دكتور هتديك الفكرة العامة الأول للمسألة لما تجيب فرق الجهد يا دكتور هتبدأ هنا يبقى عندك في المسألة فرق الجهد اللي هو B وعندك المقاومة بتاعتك بواحد أوم معاكل V ومعاكل R تحسب I وبما أن الواحد أم ديت والمقاومة اللي جنبها هم اللي اتنين مع بعض على التوالي فيبقى شدة الطيار الكهربي المارف المقاومة BC هو نفس الطيار اللي مارف المقاومة R فبالتالي انت أصبح معاك I هناك قادره كام تقول لي معايا I بالرقم اللي هيطلع يبقى لسا لي من عشان أحسب R أحسب V فبنفس الطريقة برضو هتشوف النقطة اللي بدأ من عندها المقاومة اللي هي دي هنا النقطة بتمانية فولت والنقطة اللي انتهت عندها بكام بصف فتترحم من بعض أنا مش فاهم حاجة يا دكتور لو سمحت فاهمني ويحللل للمسألة دي تعال نحللها مع بعض أول حاجة يا دكتور زي ما احنا قلنا هنحدد النقطة اللي بدأ من عندها المقاومة اللي هي النقطة B والنقطة اللي انتهت من عندها المقاومة اللي هي النقطة C ونشوف كل نقطة الجهد بتاعها بكام فهجيب فرق جهد ال B C هيساوي كام؟ هيساوي فرق الجهد بتاع B اللي هو بعشرة ناقص C اللي هو بتمانية هيديك اتنين فولت جميل طب أنا معايا فرق الجهد باتنين فولت ومعايا المقاومة بواحد أمبير أسف بواحد أوم يبقى أحسب شدة الطيار الكهرابي المار في الدايرة هقول له فرق الجهد باتنين المقاومة بواحد يطلع الطيار الكهرابي باتنين أمبير وأقول لك كلمة كمان الهنا المقاومة اللي قدرها واحد أوم والمقاومة اللي قدرها أر هما اللي اتنين مع بعضها على التوالي فلو الطيار كان هنا اتنين أمبير هيبقى الطيار هنا برضو اتنين أمبير تمام؟ أنا كده أصبح معايا عشان أحسب المقاومة التانية ديت معايا شدة طريق الكهرابي لسه لي بس أحسب فرق الجهد بنفس الطريقة اللي حسبنا فيها فرق الجهد بتاع بي سي هحسب فرق الجهد بتاع دي اي أحسبه ازاي ضغطه لو سمحت لو مش فهمتي اللي فاتت افهم معايا ديت عندك النقطة دي بكم النقطة دي بتمانية والنقطة اي بصفر فقول له فرق الجهد دي اي بكم بقى يا ضغطه لو سمحت فقول له فرق الجهد بتاع دي فرق الجهد بتاع دي اي هيساوي تمانية اللي هو جهد النقطة دي نقص صفر اللي هو جهد النقطة اي هيديك تمانية فولت أنا مش عايز الجهد أو عايز حتى فرق الجهد أنا عايز أحسب المقاومة خلص المسألة خلاص انت هنا كان معاك الفرق اللي بتاع الجهد بكم بتمانية وكنا جايبين شدة الطيار بكم يا ضغط لو سمحت فوق باتنين أمبير فقول له خلاص يبقى المقاومة اللي انت مش كنت عارف تحسبها هتساوي حاصل اسم فرق الجهد على الاي فرق الجهد بتاع المقاومة بتمانية والاي باتنين تطلع بكم تطلع باربعة قوم وانت كده خلاص المسألة أتمنى تكون وصلت وأتمنى تكون مفهوم أنا كده حبيت بس أأكد معاك على فكرة ان فرق الجهد من الشرط يقولك ان البي بتساوي اي فار كده انكون خلصنا مع بعض الفيدي الصغير اللي هو كان يعتبر يعتبر بيتكلم بس حول محور واحد فقط وان شاء الله هنكمل مع بعض حل بقى الافكار في الحصة